بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أزوف اللونز حفظكم سحصحكم بحسب توقيت توصول الفيديو حدي بين يديكم اللي حين باقتر جمعكم إن شاء الله إن جورني يعني تعال بارح اللي كنت تبديدها كيمة كامل النساء الجزائريات جيمانجين الصباح نحاولوا ندوروا مع شوالتها الدار حاجة اللي ولن نبدو بها نفرزوا الحواج تعال غسل نحطوا المفادنية يتعمر لسانيتار أعزكم الله بنسير توجو مع المنظفات يعني اللي تكون جابيليزي هذا الجال يعني جابيليزي اللي كنت قدمت لكم من قبل نحاولوا إنه نخدموا بثاف يعني بالمواد اللي فيها لوت جابيل يعني نعقبوا الحالة في كل مكان ما تستهزوش لوت جابيل نخدموه بعقلانية ويعني باش نتفادوا أي خطر جو بسلي باقتر خفوا فيه كملت الدار وروح تدخوت لك فيزيني إنه اللعباني لما ندخل لك فيزيني منها من إيش خرجه هنا راني مع المعن تها صحور نزيد نخبيهم أدو معن غير تها صحورة تعال فطور تخبيهم ومو الفطور على غير زادوا يخرجوك متاع فورمدان فيه شغل وفيه المعن اللي يولدو أنا بنسبة لي يوقع دوار يخرجوه أرجو سيكون خبي المعن نجوز بالملش يسير فاس على كامل ليسير فاس يعني وين جات يدي نجبت وين جات نجبت وين خبي نجبت ويبقى لي المعن بالهذا لي يعني سقسوني قالوا لي يعني وتستعملي به الميجي سير فاس أنا نسح به كل شي يعني البوا المعبغ الماتارية اللي كان سور المعبغ أي حاجة غير كنتشوفوا هنا وين كان البوا نيباني توجو نمسحوهم يعني علاقة ما نقدروا من استهزوش عليهم لأنو كنتعرفوا هنا وين يعني يتقوى يعني الحركة عليهم ساعة يدينا في العجين ساعة يدينا في الزيت ويعني نقاووا رحنا أبليجين نفتحوهم حتى دا مشيحنا كنتعرفوا أولادنا يمسوا دونك نحاول لما نخبل معا باش يعني كين جين طيب تكون الحالة فرغة نحاول أنو نمسح في نفس الوقت منها رنين نحي العبوسيغ منها كنتعرفوا هدو ما الماتارية يصبتو دي جاي يناقس لازم له يعني يزم له لانترتيان ووالا لازم لانترتيان وما نزمش يعني نستهزو عليه منها يعني المبلتاعي قعد بغبخ ويعني قعد بغبخ لانو يعني تقعد حاجة نضيفها نقيا لبوكو هدو متاع لزي بيستانا نجوز عليهم جايين فلاكولور يناكس طنك أي طاشة تبعين فيهم أكو تعرفوا استعمالات يومية وين تقوى الخدمة يعني وين تقوى يدنا عليها لازم نمسحوها ما نستهزوش عليها هكذا باش كي نكمل واضح نضيف باش نقدر يعني نبدأ خدمتي أنا لكوان وين نحط الوبيتران وين نحط الوبيواق هدوما كامل نمسحو مسحها خفيفة لانو حننخدم بهم هولك الوبيواق دي جاني حطت فيها الماء يغلي باش كي نجي نطيب مع نقعد شنان السنة ولو انو يعني يسخن نتمتم ولكن نحاول نظمه روحنا نظمه كي تكون هكا مفروزة حتى انتي تحبي طيبي دي كالخدمة سهلة ان كنت با دي زو دوريزون في الكيزين تقعد تريح شابة ونبدأ بسم الله ونأتاك الكيزين لكوكوت كي ما تعرف اختكم تحبي طيب شربتها في الكوكوت اما الدزين بلا حندير معكم انقراتان تاريزي بينار اي دي بل بلون دو بولين أنا عندي نص صدرج بلون بولين يدوز انتو بيان بالبصل قطعتو مرابيتوش قطعتو فريم رقيق وحطتلو لزيبيس اللي هما سهل بوافر نوار البدو كانال شوية الكيوري كيوري هو اللي يطلق هدل لون ما درتش لال كوركم الكيوري يطلق لون شباب دون كل ملح ففلك حال شوية تار الكرفة والكيري وحطتلهم شوية اللي برسيل ساشي ولا المعدنوس انه شوف لي ما عنداش هد المعدنوس انت المعدنوس عادي خليتو طيب يتقلة يتقلة خيطها بيا والكيوري هدك يتلقلو ريحة شباب السلق والعنزة بناخ كانوا عندي هنا ربطة حطيتها قطعتها رقيق بعد ما خصلتها بيان سير بيان كوم يفو حطيتها زبدة ملح فالكحل وضرت الفروماج الملح ما درت بزاف لانه الفروماج نديرو عليها بعد ما يتقلة يعني وينشف كامل من ما تعوه هدك نحط له انبون quantité دو فروماج بلون يعني جوبن طاري ونخلي يدخل ملح فدك السلق عندي هنا في ناس الوقت باطا تقطعتها واني نقلي فيها وهنا ما مرقته طيبتو بيان في الدوزينة لانه لا تنشف لانه خليتو طيب بيان فيها قسم يعني طب فدك الدوزينة ومن بعد مرقته غير شوية حوالي كاس بركي كفي هاي لك لأسوس اللي خرجت وين بان صوص لحن بدا الويل كمباني مع هال لقراتا و تشوف معايا الغربات السلقة بالفروماج لستولو والدمي بلان نص تصدرت على الجج قطعته فتتو كما راكو تشوفو اميات يعني فتتو كما حبيتو تحبو ممتقى شي وهم شي مشكل ولكن انا احساب الدوكتر هنا عندي 4 حبيبات تتاع البيت 4 زنتية تقدر ترحو حتى الخمس حبيبات بالنسبة الربطة هادي تكفيكم 4 حبيبات دلت لها شوية تعفف الكحل وكما كتشوفو ماانيش حاب ندر بزاف الملح لانو فيها فخماش وفيها السلق السلق يعني هوتنا يطلق شوية الملاحة زنت على البيت حوالي كاس تا الكريم لكيد كريمة الطبخ اللي يعني نديرو بيها هاد لاباغي يعني تيبه شوية لاباغي اكيش وفالا كما شفتون نخلط البيت مع الكاس تا الكريم لكيد ولي ماانديش لكريم لكيد قدرت عودها بلي هاورت ناتير ولكن الدو قسم حولي يجي شوية ناقص فالا مي معلش يعني كما يقول لك واحد يمشي بلي ما ين دو بغلي عندو ناقص جوية من هاديك العصاص اللي طيبت فيها البلون دو بولي كما ركو تشوف هكذا تقريبا واحد قيس زوج تالي لوش زوج غرا رف ولا قيس شوف بعينيكم يعني قيس واحد الكاز أب بخير هاديك العصاص بززف مني ناطب فيها البلون دو دو تزيد لنا لهاد لقرات شوف وإلا دايما نقول لكم ما عندكم شديرو معدنوس جاف يعني عادي ومن بعد نزيد نحبط علي هاديك البام دو تار لز ابينار هادو كامل نحبط هم في الاب غري تانا قد هم أب غري عادي ولكن نخدم بيها ان غرط مانيفيك نخلط كلش ونزيد عليهم هاديك البلون دو هاديك شوفوا يدرنا ان بل عائلة وخفيف وديما نقول لكم صدقوني بنين 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 نخلط كلش مع بعض وبيان سير في بيريك ساحني روح للفرن ندهنو بيان كوم يفو بالزبدان كامل ونهبط عليه لباقي كامل والا الفرن تاني يكون شعل ولا شعلته مقبل على 180 دو قسم يعني البلا تعنا فيه وياخد نبال دقاء من فوق وما كاش يعني حاجة سهلة بلو فاسي كسا يابا والا فرقت كامل لباقي وش يبقى لي اللمسة اللي نحبوها كامل اللي هي ديو فروماج غبي من فوق أنا هنه درت فروماج شداخ ونقود لكم علي شحم اخترا اللي تباع هكدا بالميزان ما عندوش يعني ما عندوش يونمارك يجي هكدا يتغلف بالفيلم سلمية غديرو كمية قليلة ويدوب ويتلق بنا هيلة 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 هلغم دخلو بانسور كما قلت لكم بقسمة ينشوف هنا بيان هاد لقراتان ومن بعدها تحبو تشعلون من فوق قسمة يتحمل لكم شوية لقراتان تعنا هايل أنا بألي بزف اللي كتبو اللي قولوا لي كترين من لقراتان يعني انه بزف مننا يعني اللي عندهم ولادهم اللي رجالهم يحبوا لقراتان يعني حاجة سحلة وبنينا وصل بهاد الطريقة صدقوني يكلوه لي ما شافش لقراتان دي زي بينا اللي درتو لكم من قبل بلاف جون داشي ركو تلقوه في صندق الوصف كليكي وعليه تلقى وحدك لازم تديروه ولا وكان هدا هو طبق تانا ليستو يعني مع شربة بوراك ومطلع كما شفتو مطلع بالسماد هذا درتو ريمون خي تخي بان كنت عارفو رمضان لازم ننوعو شوية كسراء شوية مطلع شوية خبز كوشة خبز الدار يعني نحاولو باش ننوعو كل خطرة كيفاش وهولي كل قراتان تانا كنقطعوه جلي أكمباني بهذه كلاسوس اللي قاعدتنا كما قلت لكم تحطوها ودتعبو تسقو بها يعني لباقتكم زي تجيكم مشربة اللي محبش يسقيها ما فيها بس ما كان حتى مشكل المهم على بره الوصفة إن شاء الله تجربوها إن شاء الله تعجبكم وفي الأخير نقول لكم إن شاء الله تأكلها بصحة ونقول لكم صحة فطركم وصحة صحركم على بخش إن شاء الله والسلام شكرا لكم